وقم سموه حفظه الله بزيارة إلى نادي ضباط الحرس الوطني حيث كان في استقبال سموه رعاه الله سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكبار القادة بالحرس الوطني وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمو الشيخ سالم العلي الصباح حفظه الله رئيس الحرس الوطني عالي الأخ شيخ مشعل أحمد الصباح حتى ولو أنه مريض وهو الآن في بيته يجب أن أذكره وأهنيه مثل ما أهنيكم أنتم سمو الشيخ سعادة الأخ الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكيل حرس الوطني أخواني وأخواني وأبنائي أخواني وأبنائي قادة وضباط هم انتشبي الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كعادتنا الحميدة التي اعتدنا كل عام نلتقي وأخي سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد جابر الصباح والأخ العزيز رئيس مجلس الوزراء والأخوة المرافقين بكم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهد رمضان المبارك لنباجلكم التهاني بهذا الشهر الفضيل سائلين المولى تعالى أن يعيده على شعبنا العزيز بوافر الخير واليمن والبركات ووطن القالي يرفل بأثواب العز والفقر والازدهار أخواني وأبنائي إن الأحداث المتسارعة والظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة تحتم عليكم استيعاب خطورتها وتأثيراتها الأمنية وأنتم كما عهدناكم في الحرس الوطني جزء فاعل في المنظومة العسكرية والأمنية في البلاد أثندت إليكم بهام جسيمة نلتم شرفها وهي الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين وحراسة مؤسسات الدولة ومرافقها العامة بالتعاون مع أخوانكم في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى فأنتم ردي فيها الأول والمعين لها بجميع الظروف والأحوال وإنني لعلى ثقة تامة باستشعاركم لهذه المسؤولية وحمل أمناتها وتأدية متطلباتها بكل جزارة وكفاءة وتفاني وأخراف كما أثبتتم ذلك دوما أخواني وأبنائي أن تهزي هذه المناسبة للإشارة بالجهود المقدرة التي يقوم به أخونا سمو الأخ الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وعبيده معالي الأخ الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح نائب الحرس الوطني وبما يبدلانه من سعي متواصل ومشؤود لرفع كفاءة أفراد الحرس الوطني والارتقاء بمستواهم الفني والعسكري وتنمية مهاراتهم العسكرية والعمل على توفير كافة ما يحتاجه الحرس الوطني من عدة واعتاد ليواكب ما تنشده المؤسسات العسكرية من تحديث وتطور متبكينه من القيام بمهامه ومشؤولياته الوطنية المعهودة إليه نبتهل إلى المولى جل وعلا أن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يتقدم برحمته ومقفرته شهدائنا الأبرار وأن يسكنهم فزيح جناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ألقى وكيل الحرس الوطني كلمة بهذه المناسبة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفده القاعد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم سيدي سمو ولي عهد الأمين حفظكم الله ورعاكم سيدي سمو رئيس الحرس الوطني حفظكم الله ورعاكم سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي أخواني الضباط وطيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهنيكم بالإنابة عن سيدي رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح حفظه الله وسيدي نائب رئيس الحرس الوطني معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الموقر وجميع منتسب الحرس الوطني قادة وضباط وضباط صف وأفراد وبالأصالة عن نفسي بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم سنوات عديدة وأزمنة مديدة وعلى وطننا العزيز بالرفاهية والرخاء في ظل قيادة آل الصباح أسرة الخير والبدل والعطاء سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم إن زيارة سموكم الكريمة وصحبكم الكرام للحرس الوطني في مثل هذه الأوقات من كل عام لتأتي ترجمة صادقة لتحقيق مبدأ التواصل بين القائد وأبنائه العسكريين والمدنيين على حد سواء وإننا في الحرس الوطني لنستلهم من هذه الزيارة الكريمة دوافع مواصلة العطاء مستنيرين بتوجهات سموكم الحكيمة ليظل الحرس الوطني الدرع الحصين والعض المتين للجيش والشرطة في حماية ثرة الوطن الطاهر وتحقيق الأمن والأمان بمفهومهما الشامل لكل من يستظل بسماء الكويت العزيزة سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم إن الحرس الوطني وهو يخطو خطوات متسارعة نحو النهوض والتطور جعلته ركيزة هامة ضمن المنظومة الأمنية لوطننا العزيز ليحرص كل الحرص على إطلاع سموكم باستمرار على ما جناه من ثمار وما حققه من إنجازات وإلى سموكم بعضا منها لقد بدأ الحرس الوطني العمل بهيكل تنظيمي جديد مبني على رؤية قيادته التي تلبي تطلعات القيادة السياسية العليا ويمكن الهيكل الجديد المؤسسة ومنتسبيها من القيام بواجباتهما ومهامهما الدفاعية والأمنية لا سيما تأمين المواقع الحيوية في البلاد كما أنه يرسخ اندماج الحرس الوطني مع الجهات العسكرية ويفعل الشراكة مع الجهات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني كما اهتم هيكل الحرس الوطني الجديد بضخ دماء شابه حيث ركز على الكفاءة مراعيا التخصص وصولا إلى أعلى درجات الشفافية وجاء الهيكل التنظيمي الجديد مواكبا لنظام الترقيات الذي أكدت قيادة الحرس الوطني أن تكون دائما في شهر يونيو من كل عام تحقيقا للعدالة المؤسسية سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم أن الحرس الوطني وهو يشهد عملية تطوير شاملة في كافة قطاعات العمل العسكرية والأمنية وما يتعلق بمهمته الاستراتيجية في النهوض بالعنصر البشري وخطته في إسناد أجهزة الدولة ذات الطابع الاستراتيجي والتعاون مع الجهات العلمية والأكاديمية والخدمية ينطلق من استراتيجية يعمل في ضوئها وسيبدأ العمل بإذن الله بخطته الاستراتيجية الخمسية الجديدة 2020 في شهر سبتمبر المقبل وتتميز هذه الخطة بأنها تواكب الأحداث المحيطة بنا وتحاكي المستقبل مرتكزة على عدة أسس وهي أولا تطوير الجاهزية القتالية العسكرية ومنظومة حماية المنشآت ذات الطابع الفني والحيوي والاستراتيجي ثانيا التدريب المستمر وتطوير القوة البشرية والجاهزية الفنية مع استخدام المعدات المتطورة بأسلوب حديث للاستجابة السريعة للحدث ومنها استحداث الطيران العامودي ثالثا الانتهاء من وضع المواصفات التي تؤمن ربط كافة المواقع والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس الوطني تأمينها وذلك من خلال المنظومة الأمنية والإنذار المبكر وكما وعدنا سموكم العام الماضي فأننا نبشركم في هذا العام بأن الحرس الوطني وفي خطوة سباقة قد بدأ العمل بمنظومة الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي التي تقطي جميع حدود الكويت البرية والبحرية من خلال محطات رصد ثابتة ومتحركة يسيطر عليها مركز عمليات متخصص سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم وفيما يتعلق بالشراكة المجتمعية التي اتخذها الحرس الوطني منهجا ومنهاجا منطلقا من رؤية قيادته أضاف الحرس الوطني إلى سلسلة بروتوكولات التعاون التي وقعها مع العديد من الجهات بروتوكول تعاون جديد مع معهد دسمان للسكري واستكمالا لدوره المجتمعي فما زال الحرس الوطني يؤدي دوره اتجاه بنك الدم ومكتب الشهيد وغيرهما من الجهات التي يربطهما به تعاون مشترك وترجمت لرؤية سموكم حفظكم الله ورعاكم التي تضع الشباب في مقدمة الاهتمامات أطلقت مبادرة الحرس الوطني تنمية وفاء لكويت العطاء للمرة الرابعة على التوالي بفعاليات جديدة ورؤية توعية استهدفت شباب الكويت وأكدت دور المرأة الفعال والحيوي في المجتمع حيث عقدت دورات استهدفت الفتيات لصقل مهاراتهم جنبا إلى جنب مع الشباب وحفاظا على أمن الوطن والمواطن ودعما من رجال الحرس الوطني لإخوانهم في وزارة الداخلية أولى الحرس الوطني اهتماما بالقا بدعم الحملة الوطنية لجمع الأسلحة القير مرخصة سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم ما كان لهذه الإنجازات وقيرها لتتحقق لو لا فضل من الله علينا ورؤية قيادة الحرس الوطني الثاقبة المنبثقة بلا شك من دعم سموكم اللامحدود للقطاعات العسكرية لا سيما الحرس الوطني معتزين بكم أمير الكويت المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم وفي الختام فإن الحرس الوطني قيادة وقادة وجميع منتسبيه ليجدد لسموكم العهد عهد الوفاء والولاء عهد التضحية والعطاء بأنه سيظل متطلعا إلى مزيد من التطور والتميز حفظ الله الكويت وشعبها من كل شر ومكروه وأدام عليها نعمه الكثيرة ما ظهر منها وما بطن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وقد تم عرض فيلم وثائقي بعنوان مصنع الرجال أين تسهر على أمن كويت وهكذا تمضي غافلة التدريب والعلم في مدارس الحرس الوطني لتخرج أجيال مؤهلة ومدربة قادرة على آداء مهامها في الحرس الوطني وخدمة الوطن العزيز سيدي صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم الكريمة لمؤسسات الدولة لتوفير قرص عمل للشباب فقد استجاول الحرس الوطني لتوجيهاتكم الكريمة وتم فتح باب قبول للشهادة التي أحملها واليوم بحمد الله أنا عسكري في الحرس الوطني وأتشغف بذلك سيدي شكرا لكم من القلب وتفضل سموه رعاه الله بالتوقيع على سجل الشرف هذا وقد وافق سموه حفظه الله في الزيارات مع الوزير شؤون الدوان الأميرية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب وزير شؤون الدوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وعدد من الشيوخ شكرا لكم من المسؤولين بالدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة